يأتيكم العافية سادس الآن معنا آخر حالة من حالات رسم المثلث هي الحالة الثالثة إذا أعطاني زاويتين وذلع مشترك بيناتهم كيف بدي أرسم المثلث؟ خلينا نطبق على هاي الحالة سؤال ثلاث صفحة خمسة وعشرين بيحكي لك المثلث سين صادعين شوف المعطيات من المعطيات أنت المفروض تعرف أنت في أي حالة عندك سين صاد يساوي 6 سنتيمتر يعني أعطاك طول الظلع قياس الزاوية صاد خمسين درجة وقياس الزاوية عين سبعين درجة هاي زاويتين وهاي ظلع مشترك بينهم سهل جدا هاي الحالة شو بدك تعمل؟ أول إشي بتاخذ المستقيم اللي هو الظلع وبترسمه يعني بمسك مصطرتي ورح نستخدم المصطرة والمنقلة بمسك مصطرتي وبرسم خط مستقيم قياسه 6 سنتيمتر تمام يا سادس؟ هاي خط مستقيم قياسه 6 سنتيمتر هذا الخط المستقيم شو اسمه؟ هذا الظلع اسمه صاد عين تمام؟ صاد عين كم طوله؟ 6 سنتيمتر حلو الآن بدك ترسم الزاوية صاد والزاوية عين مش معطيك قياسه الزاوية صاد قياسها خمسين درجة باجي برسم الزاوية صاد كيف؟ بمسك المنقلة هاي مركز المنقلة بخلي ينطبق على طرف هذا المستقيم او الظلع بهذا الشكل مش يكون هيك المنقلة لازم تكون منطبقة على الظلع مية بالمية تمام؟ اوكي هيك تمام الآن بدك تمشي بهذا الاتجاه هذا التدريج لانه احنا هيك عم نرسم لجهة اليسار هاي صفر عشر عشرين ثلاثين أربعين خمسين قياس الزاوية خمسين زي ما تعلمنا مبارح بنحط هون اشارة تمام؟ انه هاي خمسين درجة وبنشيل المنقلة اذا يا سادس هاي الزاوية صاد اللي رسمناها وقياسها خمسين درجة تمام الآن باجي للزاوية عين بدي ارسمها لاحظوا انه صاد رسمناها من جهة اليسار الآن عين من جهة اليمين بدنا نسكر المثلث لانه اكيد مش رح نرسمها بهذاك الاتجاه قياس الزاوية عين سبعين درجة بمسك مركز المنقلة وبضعه على طرف عين تمام اوكي الآن بأي تدريج رح نبلش من هون من الصفر وبمشي للسبعين درجة وبضع اشارة تمام هيك بتكون رسمنا الزاوية عين اللي قياسها سبعين درجة اتقاطعوا الشعاعين الآن نقطة تقاطع هذول الشعاعين حس عندك صاد وعين مين ظل؟ المثلث سين صاد عين رسمنا صاد عين ظل عنا سين إذن هاي النقطة سين هي نقطة تقاطعهم باجي بمحايتي وبمحي هاي الأشكال الزائلة وهيك يا سادس حصلنا على المثلث سين صاد عين شو أول خطوة عملتوها؟ أول شي بتمسك مصدرتك بترسم المستقيم حسب شو قياسه 6 سانتي برسم 6 سانتي بعدين مش عندي المستقيم صاد عين بيكون معطيك قياس الزاوية صاد ومعطيك قياس الزاوية عين بترسم الزاوية صاد وبترسم الزاوية عين بتوصل نقطة التقاطع بتكون هي الحرف الثالث من المثلث أو الرأس الثالث وبتسكر المثلث وبتحصل عليه الآن رح نحل الفرع جيم من تمرين ومسائل هو واجب معكم أنا رح أعمل الخطوات وإنتوا بدكم تتبعوا معي وتطبقوها وتفرجوني حلكم بدي منكم تطبقوا معي خطوة بخطوة حل السؤال الأول الفرع جيم المعطيات هي لام ميم اللي هو الظلع 3.5 سنتيمتر قياس الزاوية ميم 40 درجة قياس الزاوية لام بالكتاب حاطين لك قياس الزاوية نون لا هي قياس الزاوية لام 50 درجة تمام شو الخطوة الأول حكينا أرسم مستقيم طوله 3.5 سنتيمتر يلا بمسترتك أرسم مستقيم طوله 3.5 سنتيمتر شايفين يا سادس هاي مستقيم طوله 3.5 سنتيمتر تمام هذا المستقيم شو اسمه بدك تسميه هذا المستقيم اسمه لام ميم وطوله قديش 3.5 سنتيمتر الآن عندنا الزاوية لام والزاوية ميم بدنا نرسمهم الزاوية ميم 40 درجة بمسك منقلتي وبحط مركز المنقلة عند طرف المستقيم من جهة ميم وبرسم زاوية قياسها 40 درجة زي ما تعلمنا يلا هاي مركز المنقلة عند طرف المستقيم الخط منطبق على الضلع تمام بدك تمشي على التدريج هاي صفر من هون بتبلش 10.20.30.40 هاي 40 شايفها بدك تحط إشارة انه هون 40 درجة وتوصل بمصدرتك مع هاي الإشارة هيك يا سادس رسمنا الزاوية ميم هي 40 درجة تمام مين ظل بدنا نرسمه الزاوية اللي عم بمسك منقلتي وبضع مركز المنقلة عند لام تمام هاي الخط منطبق تماما وبمشي من هون من هذا الاتجاه لعند 50.0.10.20.30.40.50 شايفينها بحط هيك إشارة صغيرة وبوصل خط مستقيم بين هاي الإشارة وبين لام الآن هذول المستقيمين تقاطعوا شايفينهم يا سادس نقطة تقاطعهم هسه هو حكالي لام ميم قياس الزاوية ميم 40 وقياس الزاوية لام هون قديش خمسين تمام الآن نقطة تقاطعهم سميها مثلا خلينا نسميها نون أو بلاش نون خلينا نسميها ألف لام ميم ألف مثلا بمحي هاي الزوائد تمام هيك بيصير عندي المثلث اللي أمامك بيكون شكله تقريبا بهذا الشكل شكرا لكم يا سادس شكرا لكم